الكلام والحديث عن منفحه الإنسان شوفوا يعني وريني كده يا حسان الوجه يعني بص بصوا الوجه أنا هتكلم على تعبيرات روش طبعا واضح جدا جدا قلتلكوا قبل كده ودي مش محتاجة دكتور في لغة الجسد والكلام اللي بيعملوه الجلام ده للحقيقة أي بس حد عنده خبرة أنا من النوعية دي اللي هو لما يبقى متدايق يباين على وش جدا جدا هو ها باين على وشه جدا باين على الوش جدا قبل الحديث انه هو مضغوط باين على الوش جدا تعبيرات الجسد تعبيرات الوش وممكن أبقى جيبلكم فيديوهات كتيرة جدا وهو مستريح يعني اللي هو بيبقى على الدنيا لطيفة فيبقى الوش مفروض ويتحك لكن واضح جدا انه واخد دش جوه لدرجة انه خرج وتكلم قال يا جماعة لأ أنا لازم اتكلم في الموضوع اللي مش مكتوب ده اللي هو مش مكتوب وبدأ يسرد على حقوق الانسان هذا الكلام الخطير اللي هنسمعه كلام خطير جدا الحقيقة قبل ما نسمع الكلام لازم تبقى عارف انه ملف حقوق الانسان هو ملف الضاغط اللي أنا عسيسي بس ليه؟ لانه الغطاء ترامب ترفع احنا قلنا الكلام ده كتير غطاء ترامب بتاع الشكل اللي على بيضه ترفع قولتلكم نبومبيو وزير الخارجية امريكي جيه هنا في مرة وقال نجدعوه بحول الانسان اعمل انت عايزه الهم حاجة تقضينا مصالحنا وما يحدث في اوروبا من تغيرات ايضا بتضغط ميركل ستي العجوز الكبير اللي كان بيدير المانيا مشت و هي كان بتطنش على ملف حقوق الانسان مقابل صفقات اللي عقدها مع سيمن صغيره ماكرون الحليف الرئيسي للسيسي يعني غارق لازنيه في ازمات لا تنتهي لا تنتهي ازمات مع الجزائر و مع السعودية و ازمات داخلها و عنده انتخابات بعد خمس شهور مايقدرش برضو يلعب في الملف ده ازا هو عنده خصومة مع النظام الانجليزي من ساعة من رئيس الوزراء السابق اللي قبل جونسون لما كرشه ومشاه فهو دولة كبقوا والدولة الرابعة الكبيرة في اوروبا هي ايطاليا عنده فيها مشكلة ريجيني اللي على فكرة جلسة المحاكمة بتاع قطعة ريجيني هتبدأ يوم الخميس الصبح غيابي ازا اوروبا ما بقتش هي اوروبا الداعمة او الصامتة عن تجاوزات حقوق الانسان وامريكا بايدن الملف الرئيسي اللي هو قال انا مش هديش كد على بياد ديكتاتور ترامب تاني ازا اصبح الملف الضاغط هو الملف بتاع حقوق الانسان واحنا اتكلمنا برحلة واحمد في ان الوافد اللي راح رجع يا جر اذيال الخيبة بتاع حقوق الانسان فهذا الملف ضاغط جدا والراجل بيعصلك معصلكة شديدة جدا وعايز يقول لهم يا جماعة ده انا بقى اكل الناس وشربها زي بقول تلكوا في المقدمة بيقول انا مسؤول عن احياء وخلاص دخل على مرتبة الربوبية خلاص ما هو عد بقى مرتبة النبي بتاع سعد الهلال ودخل على الربوبية هانت يعني فهو مسؤول عن احياء بعد كده يبقى مسؤول عن خلق مسؤول عن احياء مئة مليون انا بقى اكله مشربه وهنا تروح قصة متواترة من اكثر من مصدر والحقيقة لا ادري مدى صحتها ولا كذبها على لسان الشيخ الغزالي لما بعد محاولة الاغتيال بتاع المتعرض لها حسن مبارك فقاديسة بابا لما راح له هو والشيخ الشعراوي الله يرحمه فالحسن مبارك قال له يعني دعيلي انا بأكل الناس فقال له تأكل مين هو انت تقدر تأكل نفسك والشيخ الغزالي كان لديه من القوة والحقيقة والصلابة انه يقدر يقول كده الحاكم وكانت هناك دولة يسمح للحاكم ان يقول كلامه طبعا الحديث المصور بتاع الشيخ الشعراوي اللي قاله الحسن مبارك على الهوى بتاع اذا كنت قادرنا واذا كنا قادرك فليعينك الله الحاجات دي تؤكد انه كان فيه ساعتها كلام بيتقلل حكام فهي فكرة انه مش هنتكلم في الجزء الديني بتاعتين دا انت مين انت اللي مسؤول عن احياء انت مين انت للخلق خالق يرزقه لا يا سيدي ما تحييش انت حد بس كفينا شرك انت بأسورك اللي بتبنيها وطيراتك اللي بتشتريها وهما الناس هيبقوا زي الفل ان شاء الله لكن زي بقولكو الكلام النهاردة انا اخطر ما سمعته هنتنقش فيه بالتفصيل ما احمد ماينفعش يعد كده انا قديل اربع سنين باسمع الراجل بدقة عشان الشغل يعني هذا من اخطر ما سمعته النهاردة لغته غاضبة ومضغوط بشدة ومطارت في كل مكان يروحه يقال له لديك انتهاكات لحقوق الانسان نسمع كده قيادة تحترم شعباء وتحبه وتسعى من اجل تقدمه مش محتاجين ابدا من حد نولينا انتم معين حول انسان عندكم فيها تجاوز لا لا قيادة تحترم شعباء وتحبه وتسعى من اجل تقدمه مش محتاجين ابدا من حد نولينا انتم معين حول انسان عندكم فيها تجاوز لا لا اشتركوا في القناة